اشتركوا في القناة اذا صنع ابن ماجه هنختم بها الدرس اليوم نعم تفضل باب التوقي في الاحرام قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب المصنف رواله الجماعة الا التلمذي قال حدثنا عبدالله ابن ادريس عبدالله ابن ادريس ابن محمد عبدالله ابن ادريس وهو ابو محمد نعم وهو ايضا من الثقات عن محمد ابن اصحاق سقى ابو حاتم ابن المديني وابو يعلى الخليلي نعم محمد ابن اصحاق صاحب السير هو ابن الثقات وكان واسع العلم في ابواب السير رواله الجماعة عن يحيى ابن عباد ابن عبدالله ابن الزبير وهو من السقات والثقى ابن معين والنسائي وغيره عن ابيه هو عباده ابن عبدالله ابن الزبير وهو من السقات الاسبات او وعبدالله ابن الزبير يقصد به الاب الاعلى عن ابيه ما نحن قلنا او ابو عباد ابن عبدالله ابن الزبير العوام القرشي ابو يحل ازدي كان من خيار الناس وثقى النسائي وغيره عن عن اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه رضا ذات النتاقين هي ام عبدالله ابن الزبير وهي زوج الزبير قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا اذا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة الى جنبه وانا الى جنب ابي بكر فكانت زمي نعم نعم فضل فكانت زميل زميل زمالتنا زمالتنا وزمالة ابي بكر واحدة مع غلام ابي بكر نعم قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له اين بعيرك قال اضللته البارحة قال ما معك قال معك بعير واحد تضلله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع في قولها فكانت زمالتنا وزمالة ابي بكر يعني مركوبهما وما كان معهما من ادوات التي تحمل التمر والماء واللبن وغير ذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابي بكر وابو بكر هذب وضرب درب الخادم عندما او فتاة لانه كان معه بعير فقال ان بعير ند قال يعني معك بعير واحد لا تهتم به طلع وما سمعه بعيره فقال اين بعيرك قال اضللته قال معك بعير واحد تضل فتفق فتفق يضربه فتفق يضربه اولا هذا من باب التأديب هذا من باب التأديب لذلك قال علماءنا بجواز تأديب الخادم كما بجواز تأديب تأديب الصغير كما ان ابو بكر ضرب ابو بكر ضرب عائشة في خاصرتها يعني على انه ظن بانها التي اجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الامر فيه جلل فضربها فيستدل به على تأديب الصغير وضرب الصغير لكن ضربا غير مبارح فايضا يستدل على ضرب الصغير بقول النبي صلى الله عليه وسلم علموه الصلاة عند سابع وضربوه عند عشر ففيها الضرب لكن ليس اي ضرب لا تضرب الوج ولا تقبح وضرب الوج لا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صورته في الروезة الأخرى خلق الله ادم على صورة الرحمن لذلك انها عن ضرب ناع عن ضرب الوجه وفي الحديث أن أبو بكر كان محرما وأن تأديم الخادم أو تأديم الصغير فيها إحقاق الحق وليس فيها الجدال ولا الرفث ولا الفسوق في الحج لأن الله جل وعلا قال فلا رفث ولا فسوق ولا الجدال في الحج وعصل الدلال على ذلك أنه لو كان الذي فعله أبو بكر منكرا لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما أنه كان محرما وأن النبي أحرص الناس على أبي بكر أن يرجع بحج مبرور وقد قال الله جل في علافة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيبتسم النبي ويقول انظروا إلى ما يفعل هذا المحرم أو هذا المحرم ماذا يصنع مع أن الكمال أن يتركه لكنه لما أدبه وضربه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكن لكنه لفت الانتباه إلى أن الأكمل ألا أن لا يضربه وفيه أيضا الحرص على رواية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لنا والذي قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم إذن يجوز للمحرم أن يحق الحق وهذه فيها دلالة أيضا أن المحرم لو كان مجادلا إن جادل بالحق دون الصفسطة دون درء الحق ودون دفعه فإنه في ذلك على طاعة ولا يدخل تحت عموم قول الله جل في علاه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالجدال هنا وإن كان عاما فهو مخصوص بالجدال بالحق مخصوص بالجدال بالحق ولذلك نرى بأن نظائر هذه المسألة كثيرة ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قام في الناس يجادل وينافح على أن السنة التمتع وقام خطيبا في الناس وعمرهم بالتمتع فقاموا له يجادلونه فقالوا لابن عباس إن أبا بكر ينهى عن ذلك وإن عمر ينهى عن ذلك فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر أن عمر وأيضا قد جادل في مسألة غسيل الرأس المحرم وسيأتي هل المحرم له أن يغسل رأسه في الباب القادم يغسل رأسه أم لا فحدث المجادلة لكن هذه المجادلة والصحابة كل منهم يجتهد فاصل الخطاب عند النزاع ردوه إلى الله الرسول وما اختلت فيه مشايف حكمه إلى الله ولذلك الله قال وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكل ذلك كان جدالا في الحج لكنه كان جدال بالحق لكنه كان جدال بالحق علم من ذلك أن قول الله جل في علاه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال يغسل بذلك الجدال بالباطل لا الجدال بالحق الفوائد المستنبطاء حسن الاجتماع على الطاعة جوازه تأديب من استحق التأديب من الفتى أو من الأطفال مدام قد أخطأ جوازه مراجعة المخطئ في حضرة المعظم جوازه مراجعة المخطئ في حضرة المعظم وهذه تأخذ من تأديب أبي بكر للفتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في أحدى الجروبات كانوا يرسلوا رسائل للبر بهم وتهنئتهم فردت عليها بكل أدب وبكل قوة وأعز الإسلام وما كنت أعلم أن هناك واحدة منهم في الجروب فأخذوا يهاجمونني وكأنني لست من أهل الإسلام أعوذ بالله ويهنؤونها وكأنها من بني جدتهم لا حول ولا قوة إلا بالله لدرجة أن الأنام المسلمين أرسلوا صور مجسمة لعمدتهم فضاق صادري جدا الله أكبر أما دموعك فهي جبال حسنات عند الله للافعلها أما دموعك والله فهي جبال حسنات عند الله للافعلها أبشري بالخير أبشري رفع الله مقامك وشكر لك وأحسن إليك أن رفعت راية الله للافعلها وأنت كلمت بالحق حتى ولو كان الأمر جاء عليك حفظك ربي سبحانه جل في علا لكن لا تخرج من الجلوب وأيضا بكل أدب اكتب الحديث فقط اكتب الآية فقط أنا سئلت في القاءة تلفزيوني عن المسألة فطبعا المسألة فيها ما فيها من الحكمة فرددت بالآية رددت بالآية والحديث ظاهر جدا فأنت عليك أن تكون من أهل الخير الذين يعني ينصحون بالخير وبالأدب وبالرفق وهذا الذي تملكينه وما تخرجين لعل الناس ينتفعون بك لأن المشكلة تخرج أنت ويبقى هؤلاء يعني ما أريد أن نطيل باللسان استغفو الله هؤلاء الأغرار الأغمار لا يهرفون بما لا يعرفون يميعون الدين يضيعون الدين كليا لابد أن تكون موجودة حتى إن ولدت شركا كفرا ولدت منكرا تأدبت في الرد وانتهى الأمر لأنك تعملين لله وأديمي نظرك لله أهنئك بما حدث معك أنا الآن أهنئك ليست بتهنئتهم ولكن أهنئك بأن الله قد قبل عملك إن شاء الله وأن هذا لا يضيع عند الله دموعك هذه وزنها بجبال الحسنات بإذن الله لأنك تنافحين عن التوحيد كفى فخرا أن تنافح عن التوحيد النبي ما أنكر على أبي بكر ما ما أنكر ولذلك قالوا بجواز ذلك على الإقرار لا على الإنكار يقول قرأت مقالة لنصرانية عراقية مسحة الأرض في المسلمين الذين يحتفلونها بعيد النصارى وأنهونهم بها واستندت بآيات من ينقلها نشوف هوان وذل والله وحقارة ومن تمسك بكتاب الله نجا ومن تمسك بحديث النبي قد على وسما أبشري أختي الفاضلة نسأل الله جل في علاء أن يعلمنا ونفعنا ونفعنا وأن أجعل ذلك في موزين حسنات حفظكم ربي وأسرعيكم أمركم بركتم جميعا الحمد لله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم